يرتقب أن تستمع دائماً الأمطار الرعدية في التساقط وبكميات معتبر على شمال السحراء ومنطقة الواحد يرتقب حتى خلال يوم الغد إن شاء الله سيكون في تساقط أمطار رعدية بكميات معتبر على المناطق الداخل للهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع تسجيل درجات حرارة منخفضة على أغلب ولايات الوطن وكان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوبيا نشرية خاصة تؤكد على استمار التساقط الأمطار الرعدية إن شاء الله بكميات معتبرة تتعدى الخمسين محلياً إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على كل من المثيلة أولاد جلال الأغواط غردية وولاية المنيعة وفي تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوبيا فيما يخص الرياح القوية إذن سوعة الرياح تتعدى الخمسين لكيلومتر في الساعة تستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم مرفوقة بتطاير كتيف لأزواب عراملية ورداء في الرؤية على كل من ولاية أولاد جلال الجلفة الأغواط البيض المنيعة والتيميمون إذن الوضعية الجوبيا غير مستقرة فيما يخص المناطق الجنوبية تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة مع هبوب رياح قوية وكذلك تطاير كتيف للزوابع الرملية يرتقى بأن تستمر الوضعية الجوبيا المطيرة إن شاء الله إلى غاية يوم الثلتاء على شمال السحرة ومنطقة الواحات تحديدا بورقلة كذلك الوادي تقورت غرداء لمنع الأغواط مسعد كذلك ولد جلال معنية بتساقط الأمطار بسكرة إن شاء الله يوم الاثنين حتى على تبسة وخنشلة كذلك بسكرة وسكرة سيكون في تساقط إن شاء الله الأمطار كمية الأمطار على المناطق الشرقية يومي الاثنين والثلتاء لن تتعدى العشرة مليمتر محليا يعني ستكون ضعيفة حتى بالنسبة لعنابة سكيكدا جيجل وبجاية بينما الأمطار تبقى متمركزة خاصة بغرداء تقورت الوادي اللحظة إن شاء الله خلال يوم الغد الأحد ستكون بكميات معتبرة وقد تتعدى الخمسين مليمتر محليا إن شاء الله باقي الولايات الجنوبية الوضعية الجوية تبقى غائمة جزئيا بحول الله مع تسجيل التراجع في درجات الحرارة على الولايات الجنوبية إذن تصل كأعلى مقياس في حدوث 30 درجة بالنسبة لبرجبازي المختار وإنقزام 25 درجة بإنسا 20 درجة ببشار 17 درجة للوادي ورقلة كذلك بغرداء زلفانة والمنيعة بالنسبة لإيريزي جانت وإنا مناس تقارب خلال ظاهرة يوم الغد في حدود 17 درجة فقط خلال الظاهرة أيضا انخفاض محسوس على المناطق الجنوبية فيما يخص مشاهدين السواحل الوطنية كالجزائر العاصمة أيضا على وهران مستغانم عينتي موشانت عن نابا بجاية جيجل واسكيكتا تترى وخلال ظاهرة يوم الغد الأحد إن شاء الله بين 17 إلى 20 درجة فقط منخفضة بالنعمة البيضة والمشرية سنسلو 16 درجة كعلى مقياس بشلف غيريزان سيدي بالعباس 28 درجة 22 درجة بمعسكر وتلمسان على قلمة طارف والسوق هراس تصل إلى حوالي 23 درجة ونفس المقياس بالنسبة لتسيبوز والبويرة لاحظوا حتى الأجواء ستكون جد باردة خلال الفترة الليلية والصباحية إذن فيما يخص المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تتراوح إن شاء الله بين 3 درجة فقط إلى 5 درجات السواحل الوطنية تقارب 8 درجات على الولايات الجنوبية فيما يخص تحديدا تامنراست كذلك إن صالح الوادي المغيرت قرط غردايا المنيعة بشار وبني عباس تقارب خلال مساء اليوم درجة الحرارة الدنيا في حدود 4 درجات فقط إن شاء الله إذن مشاهدين وضعية جوية منطرة تعيشها أغلب المناطق الجنوبية خاصة على شبال السحر ومنطقة الوحات خلال يوم الغد الأمطار إن شاء الله ستميز المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية يوم الثلاثاء مع تسجيل درجة حرارة ستكون منخفضة على أغلب ولايات الوطن إن شاء الله أشكركم على كلم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل